اشتركوا في القناة اعترفنا بخطيانا وتبنا وتغيرنا وآمنا بعمل المسيح بموته على الصليب وقيامة من بين الأموات أصبحنا أولاد الله بالتبني وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ألاحظ هنا يقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه الروح القدس روح ابنه صارخا في قلوبكم يا أبا الآب صار في شركة صار في علاقة صار إلنا الدخول إلى محضر الله عن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح ألاحظ في نفس السفر بيتكلم بقول في إصحاح 3 في آية 26 لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسلوا إبراهيم وحسب الموعد ورثة لاحظ في غلاطية أربعة مكتوب أحبائي أن أرسل الله ابنه مولودا ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابن طبعا أنت وارث لله من خلال موت المسيح لأنه مش ممكن شخص يرث أو يتورث إلا طبعا عن طريق الموت ولأنه المسيح مات فصار إلنا الآهلية صار إلنا الدخول إلى محضر الله صار إلنا لأنه يسوع صار هو الطريق والحق والحياة لأنه ليس بأحد غيره الخلاص فيسوع هو الوسيط صار إلنا الدخول من خلال يسوع المسيح موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر